السلام عليكم متابعي دلي سبورت ألف 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 مبروك لالفتوة الأزوري وهارد لك من القلب لتشرين البحارة فريقي تشرين والفتوة طبعا مباراة لا ترتقي المستوى المطلوب مباراة طبعا ما فيها مستوى فني الفريقين أكبر من هذا المستوى بكتير يمكن الجو ما كان بيساعد لكن قبل ما نفوت بالتفاصيل ما شفنا الدالي من زمان نتراجع كثيرا لخلف ضياء الحق محمد بيتخلص بالكرة برافو يا جنيري بدخل المنطقة بمصطفى الجد بيعكس داخل المنطقة وطابة بول الزوري هدف أول في المباراة مثل ما قلت لكم ده المباراة ما بتحتمل الاسم على اثنين قلت لكم حنشوف فريق رامة عشرة عم بيشارك بالاتكاس الاتحاد الاسم بيقولنا لا الهدف حنشوف لمين ولكن يحسب لهذا الشاب بطل مصطفى جديد اللي لعب التمريره ولكن المتابع عمل مين هدف ولا أجمل هدف ولا أحلى هدف في المباراة هدف أول للأجزوري بفرح الجماهير العاشق على المدرجات فيه بعد آية بالمباراة أريد أن أوجه سؤال لإتحاد كرة القدم إتحاد كرة القدم هي مباراة فاصلة بتأهل ممثل لسوريا في كأس الاتحاد الأسيوي السؤال منطقية منطقية المباراة هي ممكن بالصدفة يتابعها أحدا من بره من إتحاد الأسيوي ممكن بالصدفة يعني أو نحن نتابع بره أو أي حدا يتابع بره يعني يعقل أن المباراة اللعب في ساعة 4 العصر بدرجة حرارة يعني اللعبة مو قدران تركوذ الحكم مو قدران يعمل شي الجماهير أصلا محاضرين يعني مباراة مثل هذه المفروض يكون لها ترتيب يكون لها احترام بيكون لها يعني بطل دوري موسم الأخير وبطل دوري موسم السابق يعني المفروض أنتم عم تعملوا مباراة يعني تعتبر مباراة نهائية تعتبر يعني فلا تقل مستوى عن كأس الجمهورية في المستقبل لأيام الجاي لنهائي كأس الجمهورية إن شاء الله ما بينلعب كمان بالبنهار وبهالطريقة هاي يعني أمر غريب من اتحاد الكرة يا جماعة يعني عم تصرفوا مصاري بشيء إنه وشيء ما في منه يعني المفروض بتخصوا لكم يعني مبلغ صغير مولدات كهرباء مازوت بنزين أي شي شغلوا إضاءة ولعبوا بالليل ساعة ستة المساء مباراة هاي تلعب ساعة ستة المساء يا جماعة والله هالعظيم حرام 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 اللي عم بيصير أمر غريب عم بيصير أمر غريب عم بيصير يعني مباراة مثل هاي يعني ما فيها أي مستوى فني ما استمتعنا ولا بشيء فقط الهدف اللي جابوه نادي الفتوة فقط ما في غيره يعني ممكن شفناه حلو بالمباراة بالإضافة إلى شوطة شوطتين بالنادي تشرين يعني هجمات بس يعني بسيطة جداً بالداي أربعة وتسعين تلاتة وتسعين تلاتة خمسة وتمانين يعني مباراة يعني ما فيها شي ما فيها شي بنوب يعني حرام مباراة مثل هاي عم يستناها بالشعب السوري الرياضي كله عم يستناها المباراة عم يتابعها يعني حرام 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 بيكون ما تعني الكلمة فاتحاد الكرة تمنى ممكن تأيضوا حساباتكم بالأيام اللي جاية في مباراة مثل هاي مباراة مهمة كتير مباراة فاصلة مباراة نهائي مباراة يعني بتذهبوط صعود بطل دوري بتكون بيهت غير هالطريقة عن جد يعني لأنه يعني ملعب حلب حلو مميز أرضية كويسة فأي مفضل إن كنتوا تعملوا إضاءة كنتوا تعملوا شي حلو كتير وتغيروا توقيت المباراة فكنا رح نشوفه نستمتع أحسن من هيك عكل حال مبروك نادي الفتوى مبروك لجماهير نادي الفتوى شكرا للعمل الكبير اللي عم يقوم فيه رئيس نادي الفتوى هو الجهاز الفني والإداري حتى هالنادي هذا بيحقق أحلامه وبيحقق طموحاته وبيكون بين الكبار طبعا الاحتراف ما نو أمر أمر معيب التعاقد مع اللاعبين بالعكس هذا اليوم متطور كرة قدم اليوم الفتوى قدر بإضافة للاعبين اللي موجودين أبناء النادي أنه يدعم للاعبينه لحتى يحصل على بطول الدوري لحتى يحصل على مشاركة آسيوية ممكن كان شوي كمان راح يكون أيضا فيه له كلمة بكأس الجمهورية ولكن من تشرين خسر بمباراته اللي كانت بكأس الجمهورية واليوم الفتوى عوض والفتوى كان يعني اليوم في نقول الحلم موجود بين عيون اللاعبين اليوم عندكم شغل كتير كبير نادي الفتوى في بطولة كأس كأس الاتحاد الآسيوي بالإضافة لأهلي حلب اللي بمنا له التوفيق عندنا ناديا طبعا حيمس له سوريا باتحاد الآسيوي مقعد ونصف مقعد الاتحاد الآسيوي حيكون يمكن عم ننظلم نحن به المشاركات هاي ولكن بنشارك أحسن مع أنه ما بنشارك الفتوى لي أول مشاركة بالتاريخ لأله بتاريخ نادي الفتوى هاي أول مشاركة لأله المشاركة الأولى بدنا تكون مشاركة مشرفة نادي أهلي حلب هاي المشاركة اللي فين نقول اللي متعودين عليها أنتوا يعني اختصاص أهلي حلب باتحاد الآسيوي شفنا مبارياتكم مع القاسية الكويتي مع كاظما الكويتي مع فرق الماليزية يعني ما شاء الله عليكم أنتوا اختصاص هاي البطولة بتمنى إن شاء الله التوفيق للناديين بتمنى يكون في دعم قيادي رياضي لوجستي جماهيري من كافة الاتجاهات والأصعدة لهالناديين هدول بدي أحكي عن ذلك الفتوى شوي نادي الفتوى محتاج لكل شخص ابن نادي الفتوى محتاج لحتى يوقف كل حدا جنبه بالأخص العقيد عمر السومة بعى إدارة النادي مع المحبين والدعمين لهذا النادي أيضا أهلي حلب محتاج لدعم كتير كبير ما تدي لوجستي لحتى يقدر يعمل شيء بكأس الاتحاد الأسوي ما بدنا نروح مشاركة بنخسر مبارتين بنربح مباراة بنتعادل مباراة ما بدنا هالقصة يقول لاتها يعني إحنا رايحين وتعبنا وتعاقدنا وعملنا جهد وفرحنا جماهيرنا بدنا نروح لحتى نفكر نعمل دور ثاني ودور نصف نهائي بدنا نوصل للنهائية لازم نحنا ما من نوقف نقول سقف طموحاتنا نتأهل على الدور الثاني لا مو هذا سقف طموحاتنا بده يفوت بطولة بده يشارك بده يعرف حاله أنا لازم فوت على نهائي لازم فوت على نصف نهائي لازم أوصل لمراحل مو شرط والله صالي أنا نعم المرة بحيتي شارك بدوري كأس الاتحاد الأسيوي إنه والله أوصل لنصف نهائي أوصل الدور 16 بتأهل من دور المجموعات لا مو هذا الشرط طموحك يكون أعلى مني هذا الشرط نحن تفكيرنا المفروض يكون لبعد أمتار لبعد سنين لبعد كتير التفكير قدام لازم يكون متطور لأنه اليوم أنا والله بدي يقول خليني لعب إذا نحن نمدور مجموعات يلا كويس لا هذا الشيء ما نقبل فيه نحن كجماهير سورية لنادي الأهلي ونادي الفتوى وليس نادي الفتوى فقط اليوم الكابتن عمر السومة نحن نعوّل عليك نحن ننتظر منك شيء حلو كتير لنادي الفتوى لأنه هذه الفتوى محتاج فعلا في نقول تعاقدات محتاج لتجهيزات محتاج لمعسكر خارجي أقل ما هنالك اليوم خلينا نحس أنه نحن عندنا كرة قدم عندنا أندي عم بتشارك عندنا أندي عم تلعب عندنا يعني عم نشتغل كل شيء بالدوري سوري حلو عملنا دوري عملنا بطولات عملنا شيء حلو كتير بالدوري فلازم نشتغل على بطولة آسيوية لأنه هذا الشيء ماو بس يرفع من اسم النادي بيرفع من اسم الأندي السورية وكرة القدم السورية بشكل عام آسيويا وفرصة للعبين أيضا فرصة للعبين أنه حتى يبينوا برا أنه هذا مو مستوانا نحن نحطونا بالاتحاد الآسيوي مستوانا أكبر من هيك صح أنه فيه شروط وفيها تكون دوري محترف ودوري شركات وإصاص ثانية لحتى نقدر نوصل للدوري أبطال آسيا ولكن شاء القدر أنه نكون نحن بكأس الاتحاد الآسيوي والاتحاد السوري الأهلي حلب أحرز هذه البطولة ودوري أبطال آسيا وأيضا بكأس الاتحاد الآسيوي كانت مشاركات مشرفة من الجيش والوحدة الشرطة سابقا تشرين جبلة اليوم نحن بدنا مشاركات بكل ما تعني الكلمة رايحين نحن لحتى نعمل شيء بكأس الاتحاد الآسيوي ما رايحين مشاركة لا ما بدنا مشاركة ما رايحين لحتى نعمل أنه نحن شاركنا وصلنا الاتحاد الآسيوي بدنا نوصل لأبعد من التفكير اللي نحن فيه حاليا بشكل عام كل الأندية بحكي تفكيرنا أنه نوصل الدوري الممتاز بس لما نوصل الدوري الممتاز ما عنا شو نعمل الدوري الممتاز نحافظ على مكان الدوري الممتاز فيا جماعة اليوم العمل 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 رئيس نادي الفتوة تشكر على كل شيء ما تقدمه إدارة نادي الفتوة تشكرون أيضا إدارة نادي أهل حلب اتحاد السوري بتمنى فيه تطوير ولو بصيص من الأمل على بضع كرة سورية لأنه مباراة فاصلة وقصص وقرارات تطلع قبل نهاية الدوري بيوم ويومين فهذا كله تجوزنا وخلص الموسم وانتهى على خير نتمنى إن شاء الله موسم القادم نشوف الرزنام الدوري سابتا نتمنى نشوف فعلا قرارات ما فيها أي تسرع ما فيها أي شيء مفاجئ لأنه الاندي عم تشتغل عم تدفع وعم تبني ما في داعي تتهدمه هذا الشيء بقرار أو بشيء ما له داعي أبدا بين عمل متمنى نعمل هذا الموسم على كل حال أنادي الفتوى بتمنى لك التوفيق بتمنى لجماهير الفتوى إن شاء الله التوفيق بتمنى يا رب نكون نحن على طريق الصح بمشاركتنا في الاتحاد الآسوي نعبين نادي الفتوى في بعض اللعبين بحاجة عن جد لتطوير الأداء وتطوير المستوى بالأخص بشكل هجومي كثير كثير في هبوط بعض المباريات إذا بنلعب مع فرق كبيرة بالدوري السوري بنلاقي بعض النجوم اللي هن بنادي الفتوى المتعقدي معهم بنلاقي مستوى هنهبط شوي فما بنعرف هو اللاعب شو شو مشكلته بهذه المباريات الله أعلم فبتمنى من الجهاز الفني العمل على هاي النقاط لأنه تلعب رح تلعب مع ممكن فرق كويتية فرق عمانية فرق بحرينية ممكن تلعب مع شرق آسيا يعني حيكون عندك يعني مباريات قوية جدا وحيكون عندك فرق يعني مجهزة على تم الاستعداد فبتمنى يكون الجهاز الفني نادي الفتوى دارس هاي الأصص وما رح نروح نحن لتلكون ما بدنا نوقع بأخطاء ما بدنا نطلع بنقول قدر الله ما شاء فعل والنعم بالله ولكن أي شي بيجينا سوءه من أيدينا وأي شي بيجي كويس هم متوفين من رب العالمين فما بتمنى أنه نحن نفوت بروح الهزيمة لا بدنا نفوت بعيدين عن الهزيمة بنفوت بإصرار لمعنويات عالية مثل ما عندنا لعبين محترفين أغلب لعبين الفتوى لعبين محترفين يعني احترفوا بره وشافوا الاحتراف ولعبوا أيضا بمباريات بالمنتخب ولعبوا مباريات خارجية فكان الأمر طبيعي جدا ومبتوق راح تلاقوا يعني صعوبة بهذه المباريات راح تلعبوها إن شاء الله كان مع فرق خليجية أو فرق من شرق آسيا على كل حال بتمنى لكم توفيق مرة ثانية الفتوى وأهلي حلب ألف ألف مبروك وإن شاء الله يا رب بنشوفكم بإذن الله بأقل ما هناك بنعيد الكرة بألفين واربعة بنهائي الجيش والوحدة باتحاد الآسيوي في أول نسخة بتذكر كانت هاي البطولة بعد ما تغيروا اسمها أو اقترحوها فإن شاء الله بنشوف نهائي سوري سوري إن شاء الله بنقدر نلعب بسوريا هذا النهائي أو بنلعب بأي مكان آخر ولكن أهم الشي بيكون نهائي سوري سوري وما في شي مستحيل نعم في صعوبات ولكن المستحيل ما بتوقع في شيء مستحيل طالما في عمل وفي تخطيط وفي إنجاز فالمستحيل نحن ما بتوقع يكون صعب علينا فبتمنى يكون توفي والسلام عليكم ورحمة الله الفتوة مناها لها فرح سوريا كنا الفتوة مناها لها فرح سوريا كنا الدلاء والشغل لودة الفجان اشتزوا الدلاء والشغل لودة الف كان اشتزوا